تتصاعد حدة التصريحات بين واشنطن وطهران ثم تهدأ فجأة وصلت الأمور إلى ضرب سفن في مياه الخليج العربي وبحر عمان وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية لكن دون أن يتحرك سيد البيت الأبيض الذي ملأ العالم ضجيجا قبل ذلك حتى ظن أنه يتحين الفرصة لضرب إيران لكن لم تتمخذ تهديدات ترامب إلا عن عقوبات جديدة فرضت على قادة النظام الإيراني والعقوبات لعبة تجيد طهران اللعب عليها ترامب برر العقوبات بأنها محاولة لتسريع الضغوط على إيران لكن في الوقت نفسه قفز على كل الحقائق المتعلقة بالخطورة التي تمثلها وأنشطتها المزعز على استقرار المنطقة خصوصا في دعم ميليشياتها التي باتت تتحكم بأكثر من عاصمة عربية حيث اختزل ذلك كله بالملف النووي وصرح بأن تنازل طهران عن السلاح النووي سيجعلها دولة غنية وقوية بل وصديقة لواشنطن موجها بذلك ضربة لحلفائه في المنطقة أما مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فقد رأى أن الضغوط التي تمارسها بلاده على إيران ستدفعها للجلوس على مائدة التفاوض التي تتمنع طهران حتى الآن ولو في العلن من الجلوس إليها صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت أن ترامب لا يمتلك استراتيجية لإنهاء الحرب مع إيران إذا تورط فيها وشددت في تقرير لها على أن الرئيس الأمريكي هدد بمحو إيران إذا تجرأت على مهاجمة أي شيء أمريكي مرة أخرى لكن في اليوم نفسه جاء الرد الإيراني بأنها ستسقط أي طائرة أمريكية تخترق مجالها الجوي ثم عاد ترامب ليقول إنه مستعد للحوار مع إيران وعليهم إخباره عندما يكونون مستعدين للتفاوض إيران التي تدفع ثمناً اقتصادياً باهضاً من جراء العقوبات كما يقول بعض المراقبين ترى أنها ما زالت تمتلك عدداً من الأوراق التي تلعب بها بعيداً عن حرب السفن والطائرات في الخليج العربي ولعل في مقدمة تلك الأوراق الانسحاب من الاتفاق النووي الذي ما تزال أوروبا متمسكة به فالتصريحات القادمة من أكثر من عاصمة أوروبية حذرت من أن انتهاك إيران الاتفاق المبرم عام 2015 سيشكل خطأاً فادحاً ورداً سيئاً على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة وهذا ما تبحث عنه إيران أن تضع أوروبا أمام خيارين إما الدفع لتخفيف الضغط الأمريكي أو الطرق على أذانها بالاستعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي وفي كل الأحوال لن يضر أمريكا شيئاً من كل هذا ما دام يضمن أمن ربيبتها